الخبر اول اللي عادنا عن طوني و كريس بتحديد انه كريس و عيد ميلادهم فاليوم يا حبايب هو يوم عيد ميلاد كريس فان شاء الله الف مبروك و اقبل مليون سنة يا رب و طبعا لا تستاني حبايب اتبار كلها بالكومنتات على عيد ميلادهم الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر عادنا هو نورمار فالنورمان نزع الحسبه بالانستغرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات من خلال انه حاليا قاعد يصور مقطع رح ينزل لنا اياه اليوم الثاثاء و من الوضع حيكون مقطع ردة فالحسب موضح بالانستوري رطكم هذه الاستوريات حاب نشوفها كامل يا جماعة الخير اه فوقت عبتصفح اليوتيوب ولاجتني فكرة فيديو فيديو يوتيوب حلوة اه رح حاول بكرة اصوركم هنا ونزلكم اليوم ثلاثة هو مو اول واحد اعمل اول شي بس انه الفكرة جميلة تعرفوا يا جماعة والله ما ابدأ صوره بكرة الفيديو هلا بدي ارواصل بدي ارواصل بدي ارواصل احاست على اليوتيوب شفت كتير ناس عاملين هالشغلة علي فبدي اشوف يا زب دا اعمل هيك ردت فعلي مباشرا معكم هيكون جزي جد يطلع كتير حلو اما اليوتيوبار الثالعة فهي سارتيوب واخيرا ردت فايلي او شنو ردي لما قالتلي انه هي تحبني فسارتيوب نزلت مقطع لقناتها باليوتيوب وهذا مقطع شان بيصدم بالكامل اتوق قاني كل رح شوفها حيصدم الموضوع رابطكم الرابط بلوصة اتمنى كل رح يشوفها وشوف شنشار ردت فايلي وشنو قلت بالضبط والاشاء رح تصدمكم هناك بعد اكتبونا بالكومنتاج شركوا بالمقطع حالي اجابكم ام لا وهل انصدمتم اللي شفتو او لا الخبر الثالثي اللي عادنا عن بيسان اسماعيل وانس الشايب وكشف حقيقة زواجهم وهل هو حقيقي او لا فانسو بيسان صالهم الفترة السابقة هو يقعد يلمحون انهم ما حيزوجون تحديدا بتاريخ 17-5 من هذا الشهر انه حيعنون زواجهم ولكن الشي الغريب وشوفوا هذا المقطع انا شايب شنو قال بيه بالضبط احباب تحكي لكم شغلة صغيرة اللي بيحزر بالتعليقات شو مفاجأة 17-5 رح نوخد رح نعمل له قلب على تعليقه وغيله جاي في اذن شات المفاجهة الزواج شان مفوط ان يحط قلوب على كل التعليقات لكل التعليقات شان تقول الموضوع هو الزواج هو الحال يجب يطيم كلهم جوائز حتى ما قاله فتوقع هذا كلام اللي قاله هو يوضح انه اكتو شي مخفى يمكن موضوع ما يكون زواج يمكن مفاجأة اقوى من موضوع الزواج مادر الصراحة حباب هاي مجرد تحريات تكتبونا بالكومتات 3 وقوم بموضوع يكون زواج او موضوع ثاني اكبر من الزواج الخبر الرابع اللي عدنا عدته هجوم متابعي نارين بيوتي على نور ستارز فنور ستارز نزلت على سببها بالانستغرام هذا البوستوب هذا البوست كان بيه هذه الصورة وكالعادي حبايب كل الكومتات اللي جنتي كانت يتهجمون عليها ولكن هذي مر قاعد يتهجمون على ملابسها انه هي كانت غير لايقل من اس وقت نجومها نارين بيوتي فهذه الصورة حباب قدامكم نوعا ما كانت غير لايقلن شوية مخرج من بطنها وشوية مخرج من ملابسها فاكتموا لحباب بالكومتات شركوا في هذا الخبر هل هي تستعقد التهجم التي طاردت له او لا الخبر الخامس اللي عادنا عام ابو فلا واسوه لهم اتزوجة اولاء فابو فلا نزع على حسبها بالانستغرام شوية ستوريات واتبي اسو قاعدة بارك الابو فلا ودهدي وردات بمناسبة وصول قناتها باليوتيوب لل 16 مليون متابع وهو من المتابعين صارت وقان الموضوع هو زواج فنزع هذا الستوري اللي ارتبيع على هذا الموضوع وردت فعلة لهذا الموضوع خطوا فهم يا شوفوا وبصلا حبايب الان صارت المقطع ما اقتصرها بالوصف حبايب ماذا شانا احتي بس الصراحة اتمنى نحاول انه ندعم القناة بشكل اكبر اتمنى نشر ماذا صراحة من اقولكم بس شكرا لكم على كل الدعم بس شكرا لكم فيزي وخاتمك القصص ومع السلامة